اهلا بكم معكم احمد خلق من قناة المحترف اكشن شرحنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ميزة في ويندوز 11 لازم الميزة ديه ان انت تقفلها او توجفها فورا لان الميزة ديه بتستهلك موارد الانترنت وتستهلك الانترنت من على جهازك هنتعرف عليها بس تابعونا للاخير اهلا بكم معكم احمد خلف من جديد و زي ما ونف المقدمة جايب لك طريقة من خلالها تقدر تحافظ على الانترنت وتمنع ويندوز 11 انه هو يستهلك الانترنت وهتلقى الجهاز كمان بقى اسرع معاكم وفي نفس الوقت حافظت على الانترنت بتاعك ان الباكة بتاعتك متخلص بسرعة كل اللي انت هتعمل وتدخل على القائمة استرداد وتضغط عليها وبعد كده تختار ستستنى ما تفتح معاك قائمة ستنك وبعد كده تنزل على ويندوز update هتبدأ تضغط عليها من ويندوز update أو من القائمة ديت هتبدأ تختار حاجة اسمه advanced option هتبدأ تضغط على الخيار ده بعد ما تدع تضغطنا على advanced option هتفتح معاك القائمة ديت من القائمة ديت كل اللي انت هتختاره هتنزل على الخيار ده اللي هو اسمه ده تضغط عليه تلقائيا هيبدأ معاك القائمة ديت هتبدأ تشوفت الخيار ده هتبدأ توجف الخيار ده هتبدأ تكفل العلامة ديت اللي احنا عمناك الوقت احنا منعنا الويندوز انه هو يبعت التحديثات للاجهزة القريبة منها او الاجهزة المشتركة معنا نفس الشبكة ده ان الخيار ده بيستهلك موارد الانترنت في الجهاز بتاعك فانت من الافضل ان انت تكفله عشان تقدر تحافظ على بوقت الانترنت ده كان بكل بساطة منضحة الكتب النهاردة ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة